السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثة 26 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم استقر في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان حتى بعد منتصف ليل الأربعة على الخميس يعني تمام ساعة 12 وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش يعني ساعة فجر يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل ورأونا فيه أيضا ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة و 32 دقيقة بعد الظهر بعد ظهر اليوم الثلاثاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل القمر بما إنه موجود في برج الميزان هو معناته هاي أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابطة العاطفية للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة يمكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو في علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتبة أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا حدث وفي عنا زاوية الحدث هو بداية تراجع كوكب عطارد اليوم رح يبدأ لمدة ثلاث أسابيع طبعا اليوم رح يبدأ الساعة 22.42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الثلاثاء بده يبدأ بعملية التراجع ويظل بعملية التراجع مستمرة ليوم 15.12 الساعة 58.55 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يعود بعديها للحركة الأمالمية تأثيرات التراجع بتبدأ قبل بثلاث أيام يعني اليوم احنا 26 هي بدأت يوم 23 ورح تستمر طبعا بما أنه حكينا 15-12 معناته 18-12 آخر يوم لهاية التأثيرات يجب الامتناع عن القيام بأي خطوة جديدة مهمة ذات أبعاد مثل شراء حاجية ثمينة أو إتمام خطبة أو زفاف وبيسيطر التشتت الذهني علينا وبيشعر بهذه التأثيرات بوجه القصوص موليد برج القوس لأنه بتراجع عندهم وأيضا موليد برج الجوزاء والعذراء لأنه الكوكب الحاكم عليهم طبعا الحلقة الكاملة اللي فيها شرح الكامل والتفاصيل للتأثيرات عن كل التحذيرات صارت موجودة على الغناء أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم وهي الوحيدة قلنا هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين المشتري رح تكون الساعة 11 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ابتمنحنا العطف والمودة من حضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رواسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها خلال هذا اليوم ولكن مراجعات طبية أو فحوصات والعمليات إذا كانت اضطرارية الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضول الأمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم بيفدأ يوم الأربعة زي ما ذكرنا ساعة 9 و14 دقيقة صباحا بتوقيت درينج وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و20 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعة على الخميس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال اليوم عمره 25 يوم نسبة الإضاءة نهاية اليوم 17 بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21 و12 سعيد بنسبة 60 بالمية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 45 بالمية ساعة المساء سعيد بنسبة 15 بالمية القمر في الميزان حتى يوم 28 و11 سعيد العام بنسبة 5 بالمية ساعة الفجر سعيد بنسبة 30 بالمية ساعة الظهر سعيد بنسبة 15 بالمية ساعة المساء سعيد بنسبة 30 بالمية عطارة في القوس بيتراجع حتى يوم 15-12 منتحس بنسبة 40% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 17 سعيد بنسبة 60% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 42 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% إبلوتو في الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور بتبدو مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما فقدك تحاذر إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا شيء ممكن يثير النفور خصوصا مع الأشخاص اللي بتتعامل معاهم وحاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم أكثر اليوم وبرضو انتبهوا لأعمالكم وانجزوا الأعمال الضرورية والمهمة كونوا منظمين وأحسنوا إدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع زملائكم العمل وما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية وقوم بمهماتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم وطبعا تأثيرات القمر رح تكون إيجابية عليك تشعر بالأمان والارتياح تغمرك العواطف الجياشة وانت اليوم جريء وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك وممارسة هواياتك والتقرب من الأحبة في هاي الفترة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية اليوم بدك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك اتفهم الآخرين ابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات أيضا ولكن أهم شيء البيت برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والامتحانات ولكن بدك تتكلم بهدوء وتوضح وجهة نظرك تفادي لأي التباس محتمل الفترة هاي تعدك بامتحانات ناجحة ومفاوضات جريئة ومثمرة وقدرة الإقناع عندك عالية جدا برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتعيدوا ضبط ميزانيتكم والاهتمامات بالمسائل المالية وممكن تحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي وممكن يحتاج أحد أحباك لدعم مالي أو معنوي نظم أقصاطك وديونك وما تستخف بالفواتير الصغيرة وحاذر من المصاريف الاستشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم وبتجدوا حلول لحل مشاكلكم وبتكون مقدام وبتنطلق من جديد بعد تصحيح الأخطاء بتتغير نظرتك للحياة بتحضر هيك نوع من أنواع تغيير لنمط أسلوبك يعني في نوع من أنواع التفاؤل بالنسبة لموليد برج العقرب بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب القمر موجود في بيت المتاعب إذن بدك تكون حذر وحكيم وحذر الكلام السيء وحذر من التراجع الصحي هذه فترة فيها فشل وفيها فيء خيبة أمل فما تتخذ قرارات حاسمة وكون هادئ جدا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم تلتق الأصدقاء ممكن اليوم تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء اجتماعي حاول أنك تكون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم ممكن اليوم تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشغله في مسألة تتعلق بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب أو الامتحانات أهم إشي إذا كان عندك سفر أو كان عندك مقابلة أو كان عندك امتحان بدك تدرس بشكل جيد ما تعتمد على الحضوظ واذهب للمطار قبل الموعد وتأكد من حجزك بلاش يكون في إلغاء ولكن عندك تواصل عالي جدا وقدرة على الحوار وممكن تتمن بعض المعاملات والإجراءات خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنهمك في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة طبعا ولكن بدك تحاذر من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأين كان اليوم اطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية أو عائلية وباستطاعتك بحث موضوع يتعلق بقرض أو تمويل أهم إشي أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء